أهلا وسهلا مساء الخير أتمنى في البداية أن يكون الصوت جيدا إذن أنتظروا في البداية تفاعلكم حول الصوت حول جودة الصوت أنتظروا ملاحظة حول جودة الصوت إذا كان الصوت جيد جيد شكرا سيد ناصر عبد الله شكرا أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحقيقة يشرفني جدا أن أدشن هذه الأمسيات الرمضانية ذات الطابع الدستوري وسأحاول أن أقسم الوقت بشكل جيد كي نستغله على أفضل وجه اقترح عليكم يعني مداخلة من جزئي جزء أول سوف أخصصه للعرض سيكون في المثابة مداخلة تتضمن تصوري حول السلطات الدستورية بصفة عامة ما بين سيرها العادي وغير العادي وسأخصص جزء الثاني للإجابة على تساؤلاتكم التي يمكن أن تطرحوها عبر الجزء المخصص للتعليقات أولا طبعا ليس من ضروري أن أذكركم بالعديد من القواعد الدستورية القانون يبصف عامة التي تحيلنا دائما على الاستقرار على الديمومة يلاحظ مثلا كل المهتمين بمختلف فروع القانون الخاص يلاحظون الاهتمام أو مبدأ استقرار المعاملات كذلك نحن في القانون العام خاصة القانون الدستوري نلاحظ بأن جوهر النص الدستوري هو السير العادي لمؤسسات الدستورية طبعا هذا السير العادي ككل ظاهرة لا بد من أن تصطدمها ببعض الحالات الطارئة الاستثنائية الحالة سنسميها في اللي بيها حالات غير العادية سبق لي في مداخلات أن أشرته أخرى أن أشرته إلى العديد من المصطلحات المستعملة في مختلف فروع القانون كنت أشرته إلى الأحكام العرفية إلى حالة الاستثناء إلى حالة الحصار حالة تعبئة الأمة حالة الحرب الطوارئ الأحداث الفجائية القوى القاهرة إلى آخره مهم مصطلحات عديدة جوهرها واحد وهو أننا نجد أنفسنا في وضعية غير عادية بينما أصلا القانون وضعه لتدبير الشؤون العادية إذن ذلك الجزء الذي يمكن فيه للدستور وللقوعد القانونية بصفة عامة أن تخصصه للتدبير الحالة غير العادية هي التي سنخصص لها هذه المداخلة طبعاً مداخلتي ستكون دستورية محظى بمعنى أنني سأحاول أن أعتمد طريقة يبدو لي بأنها جيدة وهو أنني سوف أجعل أرجع لا إلى المقارنة ولا إلى تحليل ذو طبيعة سياسية بل فقط وأساساً سأبحث لكم ومعاكم في الدستور عما يمكن أن نسميه حالات غير عادية في الحقيقة تصفحت الدستور وتبين لي بأنه ينبغي أن نميز داخل الحالات غير العادية ما بين نعين من الحالات هناك الحالات التي يمكن أن نطلق عليها بأنها حالات ستنائية يعني حالات غير عادية هي أربع حالات أربعة وهناك حالات يمكن أن نسميها بأشباه الحالات غير العادية يعني تشبهها تقترب منها مدلولها يدل على ذلك وأنه يمكن أن نسميه حالات غير عادية بكيفية صريحة الحالات الرئيسية العادية التي يعني الرئيسية غير عادية معروفة قلت أربعة الحالة الأولى طبعاً طبعاً بين قوسين سأعالج ناحية الشكلية إلى جانب ناحية المضمون بما سأبين كل حالة ما هي مسترات الإعلان عنها وما هي الإشكالات التي تتيرها لأن هدفنا هو البحث في هذه الإشكالات وليس فقط في عرضي النص الدستوري من أجل عرضه الحالة الأولى قلت بلنا حالة الاستثناء معروفة جداً الفصل 35 من دستور أبو 962 70 72 92 96 والذي أصبح الآن يحمله رقم 59 حالة الاستثناء الليطة ديكسيبسيون ما يهمنا منها طبعاً هو أولاً أن لها مسترة ينبغي اتباعها عند توفر شروط موضوعية معينة إذن شروط شكلية شروط موضوعية بما أننا نتحدث عن الحالة غير العادية كيف يمكن إعلان حالة الاستثناء طبعاً أنا بالنسبة إلي ما سأركز عليه يعني إنها شكلية معروفة أولي الملكي بعد استشارته رئيس مجلس رئيس مجلس مستشاري رئيس الحكومة رئيس المحكمة الدستورية وإلقاء خيطة بنئي الأمة إذن المسترة الشكلية سهلة ما يهمني هو أنه تم التنصيص على وضعيتين منفصلتين أولاً إذا كانت حوزة الطراب الوطني مهدادة تانياً تانياً أو إذا وقع من الأحداث ما يمس بالسير العادي للمؤسسات الدستورية إذن لاحظوا أولاً استعمال كلمة أو تفيد بأننا أمام حالتين لذلك السؤالي هو كيف تعمل المؤسسات ومختلف السلطات الدستورية عند إعلان حالة الاستثناء هذا هو الأساسي لكي نقارن لاحقاً بعد قليل مع وضعية حالة الطوارئ الصحية هنا في الحقيقة نجد أنفسنا أمام عدة تساؤلات تساؤلات لطبيعة الشروط الموضوعية التي من خلالها يتم إعلان حالة الاستثناء أولاً إذا كانت حوزة الطراب الوطني مهددة بمعنى أنه هناك خطر حال يعني عاجل نحن في حالتين أقرب إلى التعبئة العامة وبالتالي ينبغي تجميع السلطات طبعاً بيد رئيس الدولة باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية إذن في هذه الحالة سؤالي ما هو دور المؤسسات الدستورية الأخرى هذا السؤال الأول السؤال الثاني وهو أن الشرط الموضوعي الثاني الذي يمكن على أساس إعلان حالة الاستثناء يتمثل في وقوع أحداث من شأنها أن تعرق إلى سر العادي لمؤسسة الدستورية مؤسسة الدستورية هي الحكومة هي البرلمان محكمة الدستورية يعني إذن في هذه الحالة إذا كانت المؤسسات الدستورية لا تسير بشكل عادي إذن كيف سنتصور أن هذه المؤسسات الدستورية سوف تشتغل في حالة الاستثناء هذه الأسئلة التي سأجيب عليها بعد قليل الحالة الثانية المعروفة ما أعرف ما تقول فيها هي حالة الحصار لطاء دي سياج حالة الحصار أشير إلى أنه وفق الفصل 49 من الدستور فهي تعلن أو يتم التداول بشأنها في المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك وطبق الفصل 74 يمكن أن تعلن هذه الحالة لمدة 30 يوما بمقتضى ظاهير يوقعه بالعطف رئيس الحكومة إذن المقطع المقتضى الأول من الفصل 74 يجعل من أن حالة الحصار محددة محددة المدة وهي 30 يوما والمسألة الثانية المقتضى الثانية من نفس المدى لا يمكن تمديد هذا الأجل إلا بالقانون طبعا القانون يصدر عن البرلمان معناها أنه عند إعلان حالة الحصار سنبحث بعد قليل دائما ما هو دور مؤسسة الدستورية الأخرى طبعا واضح على أنه مدى كان كلمة قانون معناها سنشرئ البرلمان على غرار ما تسألنا بصداده بالنسبة حالة الاستثناء من حيث كون البرلمان يعني لا يحل إذن مدى سيكون دورها الحالة الثالثة يعني غير مشار إليها في الدستور كحالة ولكن مشار إليها كإشهار وهي حالة الحرب الفصل التسعود واربعين يجعل أن التداول بشأنها بشأن إشهار الحرب يكون في المجلس الوزاري الفصل سعود وتسعين يجعل قرار إشهار الحرب يعني داخل المجلس الوزاري ولكن بعد إحاطة البرلمان علما بذلك من لدون الملك طبعا هذه الحالة واضح بأنه صعب جدا الحديث عن المؤسسة الدستورية التي تشتغل لأنه مؤكد أنه دستوريا يعني القائد الإعلالي القوات المسلحة الملكية قائد أركان الحرب رئيس أركان الحرب هو الذي سيتولى السلطات إذن هو الملك لكن سنتير بعض التساؤلات حول هذه المسطرة المتبعة أهلية مسطرة عملية أم غير عملية بتصفح الدستور سنعتر على حالة الرابعة وشير إليها بحالة الأزمات هكذا في الجمع الأزمات لي سيتياشون دي كريز مشار إليها في الفصل 54 من الدستور عند الحديث عن المجلس الأعلى للأمن لأن هذا المجلس الأعلى للأمن هو هيئة للتشاور يعني في عدة بشأن عدة مجالات ما يهم النمو وهو تدبير حالات الأزمات إذن ما بين هذه الحالات الأربعة طبعا هذا المجلس الرئيس والملك يمكن أن يفوض رئيس الحكومة اجتماع معين لهذا المجلس بين أن علاج دول أعمال محدد لكن ما يهم هنا أنه الآن نحن أمام أربعة مصطلحات أربعة مفاهيم تحيل على الحالات غير العادية الاستثناء الحصار الحرب والأزمات إذا كانت حالة الاستثناء بمقتضى النص الدستوري بمقتضى التطبيق الذي وقع من 1965 إلى 1970 يعني معروفة سيبة عامة سأرجع إليها حالة الحصار هناك عنها الكثير من الكتابات حالة الحرب معروفة إذن تبقى نبحث عن مدلول لماذا تعني كلمة أو مفهوم حالة الأزمات هذه أربعة التي سأعالج كيف تسير المؤسسات الدستورية عندما نكون في ظل إحدى هذه الحالات لا قدر الله خاصة بالنسبة للحال هناك أيضا مجموعة ثانية من الحالات غير العادية سميتها بأشباه الحالات غير العادية لماذا؟ لأنه نستشف من النص على أننا أمام حالة غير عادية لكنها لا تصل إلى درجة الحالة الأولى ويتعلق بثلاثة حالات الفصل 98 من الدستور طبعا جاء في سياق الحديث عن حل البرلمان أو أحد مجلسيه وتم وضع أحد المقتضيات دائما من دستور أبو 62 الآن تنص على أنه إذا وقع حل أحد مجلسين فلا يمكن حل المجلس الذي يليه إلا بعد مضي سنة ما عدا في حالة تعذر توفر أغلبية حكومية داخل مجلس النواب الجديد إذن هي حالة جديدة ويحالة تعذر توفر أغلبية حكومية ما هو العمل في إطار هذه الوضعية وإن كانت عن هذه أقل ضررا لماذا؟ لأنه في الحقيقة قد يتعلق الأمر في البداية بشهرين وإذا تعذر شهرين آخرين وطبعا لا ندري إذا طال الأمر ما هو العمل لأنه حالة الانتقالية التي كانت موجودة في الدساطير السابقة لم تعد موجودة الحالة الثانية تتعلق بالفصل 132 المتعلق بالمحكمة الدستورية هي حالة الاستعجال سيلكا ديرجانس تتمتل في الحقيقة في الجانب المستري فقط وهو أن المحكمة الدستورية تبت في الحالات المحددة في تلك المادة داخل أجل شهر من تاريخ الإحالة لكن هذا الأجل يخفض في حالة الاستعجال إلى 8 أيام بطلب من الحكومة إذن حالة الاستعجال هي أيضا حالة غير عادية لكن هي مصطرية لأنها تخفض الأجل من شهر إلى فقط إلى 8 أيام الحالة الثالثة والأخيرة هي الواردة في الفصل 75 متعلق بقانون المالية وهي حالة عدم التصويت على قانون المالية أو عدم صدور الأمر بتنفيذه بسبب إحالته على المحكمة الدستورية إذن هذه الحالة منصوص على فعالية الدستورين على كيفية تعامل معها يستمر العمال باستخلاص المداخل المهم أنها حالة نص عليها الدستور هكذا في هذه الحالة إذن نحن أمام ثلاث حالات لكن يعني سير المؤسسات الدستورية خلالها يعني واضح واضح جدا جدا لماذا لأنه سنستعدها متحليل لأنه في الحالة مثلا المحكمة الدستورية وتخفي للأجل ولكن باقي المؤسسات الدستورية تشتغل بطريقة عادية وأيضا في الحالة القانون المالية يعني وضع مسترال استخلاص المداخل وفق ما هو مقترح مشروع القانون المالي إذن نرجع إلى الحالات الرئيسية الأربعة الأولى للتساؤل حول كيفية سير المؤسسات الدستورية في هذه الوضعية غير العادية طبعا الحديث عن كيفية تسير هذه الحالات ينبغي أن أوصى نستحضر بخصوصه ما هو إيجابي في الدستور وما هو ناقص في الدستور أولا بخصوص حالة الاستثناء أعتبر بالنمسلة أساسية جدا لأنه لاحظت بأن الكل دائما يتساءل أن حالة الاستثناء كانت موجودة في التصافير السابقة الجديد الذي جاء بانطلاق 92 96 وهو أنه خلال حالة الاستثناء لا يحل البرلمان إذن يعني استنتج العديد من الباحثين على أن هذا يعني بأن البرلمان يبقى قائم لكن ليس هناك أي إشارات على طريقة عمله لأنه المؤسسة الدستورية الأساسية بالنسبة إليه كيف سيشتغل النظام الداخلي لمجلس النواب النظام الداخلي لمجلس المستشارين دائما كان يهم هذا الجانب لم يشير إلى كيفية عمله أو حتى عدم عمله إذا كان سوف لن يشتغل ينص على ذلك في النظام الداخلي مع الأسف لدينا أي إشارة إلا إشارة واحدة وأنه لا يحل البرلمان أثناء ممارسة سلطة الاستثناء في الحقيقة هنا يعني تطرح للتساؤلات كثيرة سأخص بالذكر منها على أساس أن نناقشها هي في الحقيقة تساؤلات أتمنى من المتتبعين أن يبحثوا معي عن أجوبة الله هل سيجتمع البرلمان كمؤسسة دستورية أنا جوابي الأول هو لا البرلمان يبقى مجمد لا يحل لكن يبقى مجمد ستقول لماذا سأقول لكم لأن إعلان حالة لسيتنا لاحظنا في حالتي الحالة الأولى هي حالة الترب الوطني المهددة إذن يجب أن ننتقل إلى حالة التعبئة العامة التي يمكن أن تصل لنا لقدر الله إلى الحرب عن أي اجتماع نتحدث وحتى في حالة الحالة التانية هي أكثر لماذا لأنه في الحالة التانية هي الحالة التي تقع أحداث تمس السير العادي للمؤسسة الدستورية إذن سيرها يكون غير عادي إذن سوف لن تجتمع أنا بالنسبة إلي يجب أن نحلل بشكل جيد يعني وأن ندقق ماذا يمكن أن يجري في حالة الاستثناء أنا رجعت للدساطير السابقة لحت ما يلي أنه عند إحلان حالة الاستثناء طبعا ترجع للملكي صلاحيات اتخاذ ما يلزم إما لدفع الدفاع عن حوز الطراب الوطني وإما لرجوع سير العادي لمؤسسات الدستورية أو تسير شؤون الدولة كما كان في الدساطير السابقة الدساطير مقسمة إلى كلمتين دستور 1962 70 72 كان يعطي للملك صلاحيات اتخاذ تدابير اللازمة كذا وكذا تدابير لمزور 92 96 2011 تم تغيير الترجمة ما تدابير كان الإجراءات إذن في كل الحالتين سواء كان الأمر يتعلق بالتدابير أو بالإجراءات فهي يعني تحيلنا على مقتضيات أو على ممارسات إما ذات طابع شريعي وإما ذات طابع تنفيذي إذن عمليا عمليا أنا أعتبر بأنه سيحل الملك محل البرلمان ومحل السلطة التنفيذية التي هي الحكومة ستقول طبعا الإجراءات أو التدابير ليست هي القانون وأن القانون من اختصاص البرلمان سأقول لكم أن كلمة تدابير في الدستور المغربي مستعملة في الفصل السبعين سنعود إليه بعد قليل في قانون الإذن وهو أنه يمكن للبرلمان أن يأدن لحكومتي أن تتخذ لفترة معينة أو لغاية معينة تدابير يختص القانون عادة باتخاذها تدابير يختص بها القانون إذن عمليا في هذه الحالة للسيتنا لا مجال لعمل البرلمان وإنما التدابير القواني التي يمكن أن تصدر عنه يمكن أن تصدر عن الملك بمقتضاء كلمة التدابير أو الكلمة الأعم المستعملة حاليا وهي كلمة الإجراءات إذن عمليا نحن الحالة الأولى عمليا نجد بأنه من الصعوبة بما كان أن تعمل المؤسسة الدستورية خاصة منها البرلمان علما بأن الحكومة كجهاز تنفيذي تكون الحاجة إليها أقوى من السلطة الشريعية طبعا سنقول لماذا لا يحل البرلمان هنا يمكن أن تطرح أسئلة كثيرة مثلا إذا كان البرلمان مجلس النواب قد استنفذ أربع سنوات بقيت له سنة وأعلنت حالة للسيطناء واستمرت سنتين بعد مرور السلتين إذا أردنا الرجوع للبرلمان الأول الذي كان قائما استنفذ خمس سنوات وليس لدينا برلمان جديد إذا رجعنا إلى نفس البرلمان نفس المجلس نكون قد مددنا له سنة إضافية لأنه استنفذ خمسة وحدث لسنا كنت فيها سنتين إذن كان سنة إضافية هل حالة الاستثناء توقف احتساب الولاية على ما تستفهم على إين لكن بالنسبة إلى أنا عندي وجهة نظر في هذا الموضوع أنا أعتبر في الحقيقة بأنه المشرع الدستوري غايته من الحفاظ على البرلمان وهو أنه لكي ينظر لاحقا في التدابير التي تم اتخاذها معنا ينظر ليس معنا أن يقوم بعملية مراقبة ولكن أن يستحضر يعني كل تدابير التي اتخذت خاصة التي كانت في شكل نص القانون قصد إجازتها إن الحالة نرجع للحالة العادية وبالتالي فنفس أعضاء البرلمان الذين أعلنت حالة الاستثناء في أثناء ولايتهم هم الذين يحتفظون بتلك الصفة إلى غاية إجازة التدابير التي تم اتخاذها في الجانب الشريعي الذي في هذه الحالة لأبين على أنه بدون منفصل عندما سيتخذ ستخول الصفحة للملك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاحظوا بأنه بما أنه الفصل 42 يعطيه صفة رئيس الدولة إذن سيتصرف كرئيس دولة ويعمل على رجوع السير المؤسسات إلى سيرها العادي سيستمر في عمله كأمير للمؤمنين لأنه غير مرتبط بأي شرط العادي للستنائي سيستمر في ممارسة مهمه كقائد على القوات المسلحة الملكية خاصة الجانب المتعلق بالتهديد الذي يمكن أن يحل بتراب الوطني وثم يمكنه أن يستعمل أحد الوسائل الدستورية التي تتمثل في مخاطبة الأمة أو البرلمان من خلال الخطاب بحيث أن الخطاب دستوريا مدام أنه لا يمكن أن يكون موضوع النقاش يمكن من خلاله أن يسير شؤون الدولة دون الاعتماد على المؤسسات الشعيعية أو حتى مؤسسات تنفيذية في بعض الحالات علما بأنه دائما يكون للملكي يعني إضافة إلى صلاحياته الداتية صلاحيات يمارسها بواسطة أجهزة أخرى كما هو الأمر بالنسبة في فصل 54 للمجلس الإعلاء للأمن وكما هو الأمر بالنسبة لمجلس الوزراء في الفصل 49 إذن هذا جزء يتعلق بصلاحيات الملك يقابلها في الحقيقة أن البرلمان كسلطة شريعية كمؤسسة دستورية يعني وضعيته خلال حالة الاستثناء يجب أن نضيف إليها ما قلته سبقا نضيف إليه ما هي وضعيته خلال حالة الحصر لأنه في حالة الحصر مشهر بشكل صريح على أنه تمديد حالة الحصر بعد 30 يوما يكون بقانون هنا أيضا أسئلة كثيرة لأنه إذا كانت المؤسسات يعني كلمة القانون يعني تبين على أنه البرلمان يبقى قابلا للاجتماع على الأقل داخل أجل شهر لكي يمدد المدة هل يكون التمديد بمقتضى مشروع قانون فقط أم يمكن السماح بالتمديد بمقتضى مقترح قانون سؤال يمكن أن نتسأل ما هي وضعية والحالة إذا تمردت الأغلبية عن حكومتها ولم تمدد ورفضت ضدا على الحكومة أو لا إذن أيضا حالة الحصار تتر العديد من الأسئلة علما بأنه مدام أنه لم يسبق أن أعلنت في المغرب ينبغي الرجوع فقط إلى التجارب الدولية في هذا الجانب التي تميز ما بين حالة الكوارد الطبيعية وحالة الأحداث الاجتماعية التي يمكن أن تهدد المؤسسات والتي غالبا أقول ليس دائما يتم الرجوع بشأنها إلى السلطات العسكرية التي تحل محل السلطات المدنية أشير دائما بالنسبة للبرلمان إلى حالة غير عادية يعني مستثيرة يعني غير واضحة فصل 70 عندما تم التنصيص على أنه يمكن للقانون يعني للبرلمان أن يأدن للحكومة عن طريق قانون طبعا أن تتخذ في ضرف من الزمن محدود ولغاية معينة أن يتخذ تدابير يختص القانون عادة باتخاذها هذا ما نسمي بتخويل الصلاحية السؤال هو لماذا تم تفكيره في مسألة تخويل الصلاحية السؤال هو أنه هل تخويل الصلاحية يكون والبرلمان قائما ويماري صلاحيته أم أنه عند تخويل الصلاحية ندخل حالة غير عادية بالنسبة للبرلمان وينبغي أن ننتظر عدم اجتماعه وعدم سيره بشكل عادي لسا الذي نجواب ولكن من خلال دائما المادة السبعين يعني تنص واحد المقتضاء أخير في ذلك المادة يبطل قانون الإذن إذا ما حل مجلسي البرلمان أو أحدهما معناها أنه في ظل هذه الحالة لتخويل الصلاحية أولا حل المجلسين هذه الصلاحية مختصاصات الملك حل أحدهما هذا اختصاص مزدوج يمارسه الملك ويمارسه رئيس الحكومة بالنسبة لمجلس النواب إذن معناها بأن المؤسسات الدستورية في ظل تخويل الصلاحية يعني تستمر في ممارسة عملها دون أن يبين لنا هل سيجتمع البرلمان أم سيفوض صلاحيته وبالتالي يعني ينتظر انتهاء الأجل الذي حدده لنفسه من أجل استرجاع صلاحيته طبعا دون أن نسترسل يمكن لنا نعطي وحد الأمثلال أحيانا الحالة غير العادية غير العادية المشرع الدستوري يوجد لها حلولا أعطيكم المثال للمحكمة الدستورية المحكمة الدستورية الفصل 130 من الدستور يعني تعريفون ينص على أنه المحكمة الدستورية تألف 122 عضوا يتم تعينهم لمدة 9 سنوات إلى آخره ولكن بشكل احتياطي ربما نصل إلى حالة غير عادية وهي أنه إذا تعذر على المجلسين أي المجلس النواب ومجلس المستشارين أو على أحدهم انتخاب الأعضاء الذين يمثلونهم داخل هذه المحكمة الدستور نص على أنه تصدر قرارة المحكمة وفق نصاب لا يحتسب فيه الأعضاء الذين لم يتم انتخابهم بمعنى أنه يمكن أن نصل إلى حالة غير عادية بالنسبة لمحكمة الدستورية ناتجة عن وضعية غير عادية في مجلس البرلمان أو أحدهما لكن الدستور أوجد الحل وهو أنه يتم احتساب احتساب النصاب القانوني أو اتخاذ القرارات دون اعتبار النصاب إلا العضاء الذين تمت عينهم لكن إلى جانب هذه التحديدات التي أشرت إلى بعضها سألخص الآن وأقول بأنه مع ذلك هناك العديد من المواد من الفصول الدستورية التي يلزم الإشارة فيها إلى الحالة غير العادية الفصل 87 بخصوص الحكومة يتحدث عن قانون تنظيمي يضع القواعد المتعلقة بكذا وكذا دون أن يشير إلى الحالة غير العادية مجلس الحكومة الفصل 92 يعني رغم أنه يتداول في القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان والنظام العام ولكن أيضا مجلس الحكومة ليس فيه إشارة التداول في هذه الحالات غير العادية فصل 116 المجلس على السلطة القضائية أيضا فيه أنه قانون تنظيمي يحدد تنظيم وسير الأعمال الأخيرة ولكن ليس فيه إلزامية بوضع مقتضاياتهم محالة غير العادية محكمة دستورية كذلك بخصوص وضعيتها وسير أعمالها جماعة الترابية الفصل 116 يعني رغم أن هناك قانون تنظيمي يحدد العديد من المجالات ولكن لم يتحدث عن ما يمكن أن نسميه بالحالة غير العادية إذن عمليا التستور في تعامله مع الحالات العادية والحالة غير العادية أحيانا دقق وبيّن كيف تسير المؤسسات الدستورية وأحيانا ترك الأمر دون تحديد قبل أن أختم أريد أن أشير إلى أنه مع ذلك يمكن من صلب الدستور أن نستشف القواعد التي تسير من خلالها المؤسسات الدستورية في حالات العادية وغير العادية هي نوعيني من المبادئ سنسميها المبادئ الموجهة أولا المبادئ المنظمة لحقوق المواطن وواجبات السلطة حقوق المواطن وواجبات السلطة أحيي لكم قصة الواحد وعشرين يجعل أن السلطات العمومية هي التي تضمن سلامة السكان وحق كل فرد في سلام قرنها الآن مع ما يجري مع جائحة كورونا فصل ربعة وثلاثين ألزم السلطات العمومية بتفعيل سياسات لمعالجة الأوضاع للفئات الهشة من نساء الأمهات الأطفال أشخاص مسنين أشخاص وضعية إعاقة أيضا هذه يعني يضمن لها الدستور هذه الحقوق في الحالات العادية فما بالك بالحالات غير العادية فصل وثلاثين الذي يلقي المسؤولية على الدولة مؤسسات العمومية الجماعة الطرابية لتوفير العلاج والعناية الصحية قارنوا مع ما يجري الآن الفصل الفصل 154 الذي يتحدث عن استمرارية سير المرافق العمومية وهكذا يمكن أن نستمر للائحة طويلة ولكن في مقابل ذلك في الحالات غير العادية أيضا هناك واجبات ملقاة على المواطن هي بمثابة حقوق للدولة استحضروا منها مثلا الفصل 37 وضرورة تقييد المواطنين بالقانون وتحمل الجميع للأعباء النجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية الخلاصات التي أريد أن أخرج بها من هذه المدخلة هي أنه الدستور حدد العديد من الحالات غير العادية الدستور ودعى أصلا لتدبير الحالات العادية لكنه قسم الحالات غير العادية إلى نوعين حالات حدد مصطرتها وطريقة سير المؤسسات الدستورية خلالها وحالات ترك ذلك إما لأنه لم يسبق أن أعلنت وإما لأن المعطيات غير يعني غير دقيقة مما يجعل أنه ينبغي انتظار يعني مرور هذه الجائحة للحديث عن تعديل عن تنقيح للدستور وتعديل الكثير من النصوص القانونية الآن مع جائحة كورونا الوضعية التي نعيشها والتي أخذت اسم حالة الطوارئ الصحية أختم بالتساؤل حولها من زاويتين السؤال أيضا الذي أطرح أدا بنفسي وهو هل تدخل الدولة للقضاء على كورونا يجعلنا في خانة حالة الحرب طبعا بالفهم حديث ماشي بالفهم القديم خلاسيكي وتانيا حالة الطوارئ الصحية هل تتطلب أن يتم دسترتها أم تبقى هكذا مجرد قواعد قانونية سأكتفي طبعا بهذا القدر علما بأنه سأجيب عن بعض سأحاول الإجابة عن بعض التساؤلات من خلال ما هو مدون من ملاحظاتكم أولا بالنسبة لتمديد حالة الحصار أنا قلت بالنسبة لحالة الحصار يمكن تمديدها بقانون بمعنى بالقانون بمقتضاء نصم قانوني إذن صادر عن البرلمان وأنا أعيجي إذن رغم أنني قلت هذا رفر ديني في ديني الكثير من الأسئلة ما هو العمل إذا كان هناك مشروع قانون ورفضه البرلمان ما العمل إذا لم تقدم الحكومة مشروع قانون وقدم أعضاء البرلمان مقترح قانون وثالثا ما العمل إذا أعلنت حالة الحصار وكان البرلمان قد سبق أن حل البرلمان ولم تجدر انتخاب جديدة إذن نحن أمام وضعية لا يمكن أن أجيبك عنها بالدقة اللازمة لأن الأسئلة كثيرة أيضاً أبحت عن سؤال هل مرسوم بمثابة قانون طوارئ الصحية يلغي القوانين تنظيمية للجماعات خاصة بعدها مذكرة بزارة الداخلية هذه أيضاً يعني تدخل في خانة ما أشرت إليه من أنه العديد من القوانين والقوانين التنظيمية التي تنظم خاصة سير المؤسسة الدستورية من الضروري وأقول من الضروري تنقيحه لا أقول تعديل تنقيحه الدستور لإضافة مقتضيات ما تهم تدبير غير العادي ما لاحظنا بالنسبة الجماعات ترابية هو أنه كان فعلاً هناك بلاغ الوزارة الداخلية التي أجلت هذه الضوارات طبعاً هذا سؤال قانوني كبير جداً هل من حق الداخلية أن تحل محل الجماعات ولو في ذلك حالة الطوارئ الصحية أتسأل أيضاً لماذا لم يترك لم يترك المجال للمجالس لكي يعني تعلن عن تأجيل دوارتها بنفسها ولكن مع الأسف حسب الطلاعي أجد بأنه الداخلية كانت على حق على صواب مثلاً في الجهات الشرقية سمعنا عن أحد رجال السلطة الذي دعاً الذي دعا إلى دورة استثنائية في ظل حالة الطوارئ الصحية لتفويت قطعة أرضية إذن أنا شخصياً عندما أجد مثل هذه الأمثلة أميل إلى أنه من حق الداخلية أن تلغي هذه الدورات الاستثنائية لأنه محاربة هذه الجائحة يعني أفضل بكثير من دورات استثنائية قد تمر رفتها مسائل ذات طابع شخصياً أكثر منها موضوعي بالنسبة ل المصطلحين الذين أشرت إليهما و لدي عفواً قلت المصطلحات التي تمت الإشارة إليها بخصوص حالة الاستثناء المتعلقة باتخاذ تدابير والإجراءات أحد الإخوان يقول إجراءات أعم من تدابير يعني أنا أعتبر في الحقيقة التدابير يعني أعم من الإجراءات أنا أقول لماذا؟ لأنه الفصل السبعين الذي تحدثنا عنه الفصل السبعين الذي تحدثنا عنه قلت يشير إلى ما يلي عند تخويل البرلمان لصلاحيته يخول ماذا؟ يخول للحكومة صلاحية اتخاذ تدابير يختص القانون عادة باتخاذها إذن القانون الذي هو قاعدة عامة ومجرد سيشفل تدابير إذن تدابير أعمى الإجراءات فهي مصاطر إذن أعتبر بأنه في الحقيقة زيان لو أنه المشرح تفض بكلمة تدابير بدلا من كلمة الإجراءات لأنه أحيانا يتطلب الأمر اتخاذ قرارات في المضمون في الموضوع في الجوهر وليس دائما في الشكل أبحث عن سؤال علاقة الحكومة والبرلمان خلال حالة الطوارئ الصحية فعلا يعني لاحظنا بأنه يعني ينبغي التمييز بين مرحلتين المرحلة الأولى التي صادفت يعني الحالة الأولى هي حالة الفترة الفاصلة بين الضوارات فعلا آنذاك أتت الحكومة بمشاريع مرسيم قوانين متعلقة بالطوارئ الصحية وتجاوب النفقات وتمت الموافقة عليها لكن الدستور ينص على أنه تعرض على البرلمان كمشاريع قوانين طبعا في الضوارة الموالية إذن هي تعرض الآن حضرتها الحكومة لكن الذي يقصده ربما صاحب سؤاله هو أنه عمليا أصبحت الحكومة التي تشرع أنا أقول لك باش نلخص الموضوع الحكومة كانت دائما هي التي تشرع فقط أن البرلمان أصبح هذه المرة يسرع لها المصطرة بدل عرقلته المصطرية فقط لمن رجعوا مثلا القوانين لاحظوا كيف تودع القوانين كيف تحلع اللجنة ما حد الأجل لمناقشتها ما حد الأجل لتعديلها جلسة لتقديم العام تقديم جلسة للملاحظات المداخلات العامة ثم المناقشة التفصيلية والتأجيلات من أحيانا من شهر إلى شهر أحيانا من دورة إلى دورة هناك قوانين تجاوزت يعني الولاية بأكملها الآن هذا هو إيجابي وأنه البرلمان أصبح الحكومة دائما تشرع ولكن بمسترات سريعة من قبل من قبل البرلمان المجالس الدستورية الأخرى سؤال ملكة تيطان يعني سأقول لك أنا سبقا درت مداخلة في هذا الجانب وعندي دراسة ستنشر عما قارب عما قارب ما لحظته هو أن المؤسسات الدستورية خارج سلطة تنفيذية تشريعية وتنفيذية كلها تشتغل وبشكل جيد نعطي أمثلة كثيرة جدا المحكمة الدستورية أصدرت هذه القرارات وقدرت حفل استقبال للأعضاء الجدود إلى آخره المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعني يتابع الأوضاع وأصدرت قريره السنوين تعاوض حقوق الإنسان في مارس مجلس المنافسة العدد الأخير دي الجريدة رسميا مليء بالقرارات بل أنه كان له الفضل في أنه أعطى رأيه بخصوص تحديد أتمينة الكمامات والمعقيمات أعطى رأي جيد رأي يعني بسرعة في ظرف 72 ساعة حدد فيه بعض المعاني تلك كلمة السوق التي لم نكن نسمع بها ما معنى الأزمة في داخل السوق ما معنى حالات الغير العادية إذن جيد الهاكا المجلس العليا السمعي البصاري تشتغل تواكب تواكب كل ما تنشره الإداعات والتلفازات العمومية والخصوصية إذن بصفة عامة يعني أقول على أنه المؤسسات الدستورية الأخرى تشتغل أهم ما ينبغي الإشارة إليه وهو الإشارة الملكية هي المحدد مادم أنه وفق الفصل 42 الملك هو الذي له صلاحية الصهار على السير العادي لمؤسسات الدستورية فمادم أنه يسير شؤون الدولة بطريقة عادية فمعناها نحن في حالة عادية وعلى كل المؤسسات الدستورية نشتغل بشكل عادي مع اتخاذ إجراءات لازمة للحجر الصحي ولحالة الطوارئ الصحية الملك قام بإجراءات عديدة كأمير مؤمنين كقائد على القوات المسلحة الملكية كرئيس دولة اجتماعات جلسات عمل مبادرات استقبالات تعديل حكومي فكل هذه قام بها بنفسي بشخصي بما فهمت منها أنا شخصيا على أنه إشارة على أننا نحن في وضعية عادية أن ما يلزم هو اتخاذ الإجراءات التي أعطى من خلالها المثال كاستقبالي خلال التعديل الحكومي لرئيس الحكومة والوزيرين من خلال الكمامة التي كانت إشارة على أنه السير مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تدعو إليها السلطات العمومية بقي أن أشر إلى أهم سؤال تركته للأخير وهو ما مدى دستورية قانون طوارئ الصحية أنا أقول كنت تحدث في البداية لاحظوا تكلمت عن الاستدناء الحصار الحرب الاستعجال هذه المصطلحات كلها تبين على أنه لا بد من أن نصطدم بحالات غير منتظرة في القانون الإدارية اسمها الحادث الهجائي كازو بردو أرجع إذن جائحة كورونا من الإشكالية التي تطرحها أنها ظهرت كجائحة غير مضبوطة المعالم إذن حتى الدولة ومختلف المؤسسات الدستورية كانت تسير تدريجيا تذكروا في البداية قيلة لنا بأن الكمامة غير ضرورية الآن أصبحت إجبارية وهكذا إذن عمليا يعني البت في دستورية أو مدى عدم دستورية المرسوم بقانون سيكون عمليا بعد المصادقة على مشروع القانون أنا ذاك سنتابع هناك عدة جهات دستورية لها صلاحية عرض الأمر على المحكمة الدستورية يمكن للملكي لرئيس الحكومة لرئيس مجلس المستشارين لأربعين مستشار من مجلس المستشارين لنسبة معينة من النواب أن يحيلوا هذا النص وأنا ذاك ننتظر رأي المحكمة الدستورية علما بأنني أميل وأقول أميل أميل إلى القول بأنه عندما تقع حالات استعجالية طارئة ينبغي فقط أن تقدر بقدرها فقط وما لاحظنا من أمتلا كافيل بالقول على أنه نحن أمام جائحة تتطلب تدابير من نوع خاص من إجراءات خاصة لم أريد أن أخذ فيها لأنني أعرف بأنها ستكون موضوع الحلقات القادمة ولكن غير أتساءل معكم كل ما يتعلق بالحقوق والحريات يعني دائما يتم تنسس على أنه تمارس طبقا للقانون الآن هذه القوانين صدرت ولكن الآن سنكون في حاجة إلى ورش واسع بالنسبة إليه هناك ورش أولا لتنقيح الدستور أقول تنقيح لأنه يلزمه بعض تدقيقات فقط ثم ثانيا يلزم إعادة النظر في العديد من المقتضايات القانونية وهنا المعول على مختلف المؤسسات الدستورية على الفرق النيابية على الأحزاب السياسية على النقابات المشغلة المجلس المستشارين أن يقوموا باللازم لملاءمة منظومتنا الشريعية دون أن ننسى أولا مع المبادئ الكونية للحقوق الإنسان وتانيا مع حالات الضرورة بما فيها حالة الضرورة على الطوارئ الصحية أتمنى أن أكون قد أوصلت أكبر عدد من الأفكار إليكم طبعا أتابع معكم الحلقات القادمة التي ستعالج جوانب أخرى لم أريد أن أتطرق إليها رغم التداخل وأتمنى أقول أتمنى أن تتاح للفرصة مرة أخرى في أواخر شهر رمضان لأنه ستكون الصورة قطاب الورط ثم أنه لدي تصور تاني لكن يلزمه حصات كاملة تتعلق بما لا يمكن وما لا يجوز في الدستور المغربي أنا ذاك سأدقق بشكل أكبر ما هي الحالة الغير العادية ليس بأمثلة عامة ولكن بأمثلة طبيقية تحياتي إليكم أتمنى أن تكون أحوالكم بخير رمضان كريم والالتزام والالتزام بالحجر الصحي إذا كانت لديكم أية أسئلة أتركها في الموقع أنا أرهن إشارتكم تحياتي فرصة أخرى إن شاء الله تحياتي